لما بتكون عم تبيع وين مكان حتى عند حليفنا وصديقنا بسوريا انت عم تكون الأمانة أنا بالأيام القليلة الماضية لقيت رسالة ضمنية من مستويات عليا في سوريا أنه يا سيد ويا أخواننا ساعدونا بلبنان على منع التهريب على سوريا لأن هذا يضرب الخطة الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي تبعنا نحن مع كل الإجراءات التي تمنع التهريب نحن مع كل الإجراءات التي تمنع التهريب نخلي الدولة تحمل مسجوديتها وتمنع التهريب أحياناً بيكون في كتير مبالغات هذا هاي مشكلة تاريخية من زمان من منذ أن قامت دولة لبنان الكبير لما بدي يصير في منع التهريب بدي يصير في تعاون بين الدولتين بين الجيشين بين المؤسسين ومؤسسات الأمنية في البلدين التهريب جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة والدفاع عن مصالح اللبنانيين أحزاب السياسية ما بتقدر هذا الموضوع تعالجه وغلط أنه تدخل تعالجه هذا بس الدولة ومؤسسات دولة الجيش وقوى العمن والوزارات المعنية بتقدر تعالج هذا الموضوع اشتركوا في القناة